اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وتبقي انتي كمان عندك استعدادات معينة يعني بتبقي حبة ان انتي تلبسي احلى حاجة وتعملي احلى ميكب اشتركوا في القناة 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 بس عارفة يعني انتي عارفة انه الستات ليهم كتالوج كده مش عندهم حاجة النهاردة عايزة حاجة وبقر تبقي حاجة تانية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بالضبط ما حدش بيفهم ايه اللي في دماغها بس بالنهاية بتبقي عايزة تبقي جميلة فبتختار كل حاجة ليقعة للتانية وده بخليات تطلع حلوة طبعا واحنا بقى صيف وبحر وحفلات وكله بدلوقتي عايز يعمل افراحه في الصيف النهاردة هيكون معنا فقرة حلوة جدا عن لبس العروسة في الفرح الفرح بتاعها بقى لما يكون بحر او او دور عموما في جاردن هتكون فقرة حلوة جدا هنعرفها ازاي هتلبس ايه هتختار الهدوم ازاي حتى فستان الفرح الوانه اختلفت ايه موضة في الوان فستين الزفاف هتكون معنا بس بعد الفصل بما اننا في الصيف والافراح كتير ربنا يكتر افراحنا الافراح معظمها من العيد الصغير للعيد الكبير مكملة معنا معظم الموضة دلوقتي ان الافراح تبقى او دورف او دورف يعني جاردن جنينة او مثلا على البحر فلبس المعزيم او العروسة بيكون مختلفة عن الشكل الفقعة فطبعا احنا قلنا ناخدكوا في جولة سريعة كده نعرف فيها ايه اخر سيحصل موضة في الالوان وفي اشكال هدوم المدعوين او العروسة مع مصممة الازياء ميسى وحيد اهلا ميواجه اهلا ميواجه نوارتينا ربنا يهل لك عايزين نعرف منك ايه اخر الالوان الموضة دلوقتي في الصيف بقى وبحر او دورز بتبقى مثلا كجنين فا ايه الحاجات اللي بتريق السنية دي على الحاجات دي بوسي هوا كده كده الوان الصيف واحد وعشرين كلها بستال كالر يعني الالوان الفواتح اللباني الاصفر الورنج الفوشيا البينك كل الالوان الفواتح ده بالنسبة للسنة دي باس؟ ده بالنسبة للسنة دي وهيبقى مكمل كمان السنة طبعا الجاية بس بيحو كل سنة الكلر عموما بتحط لون زيادة او لونين مختلفين بس تبدالي على حسب بارو اتجاه المودة ماشي ازاي ودي الالوان الدرجة قلنا اللي هي الباستال زي؟ زي الاصفر اللباني الاصفر الفاتح الالباني الفاتح خالص الورنج لون المانجا شوية الورنج مش الصريح مش كده؟ لا الورنج الورنج الاخدر البربل او الموف ده بالنسبة للالوان ولا المعزينين؟ لا المعزين طبعا العروسة غالبا بتلبس لازم يا افوايت يا ابيض ومبقاش دماتي حتى في الكتوبة بيلبسوا الوانين كان زمان معقول بنشوف الوان في الخطوبة دلوقتي بقى كل الوان بتبقى عايزة بس اوفايت او ابيض او بلاش بينك او كده يعني بيبقى ده الأفضل بزر كانت الخامية الاول مجهولة قوي وزي ما بيقوله تطريزات هل لسه الغاية دلوقتي تطريزات درجة ولا بقت اهدى يعني عايزين نعرف ايه الموضوع بصي التطريز عمره ما بيختفي من السوري خلاص التطريز لازم يكون موجود بس كل واحد وزوقه يعني فيه ناس بتحبه تقيل قوي فيه ناس بتحبه خفيف دي حاجات بقى أزواء يعني تقدرش تحكميها بس كل موجود يعني بتختلف ايه بقى بتختلف الرسمة بتتطرز بقى الخامات التطرز بيها هنا بقى منخش على الفاشن ازا كنا احنا هنعمل ايه في الحاجة علشان خاطر نشوفها شكلها عمل ازاي اوكي لكن مش فارق خالص التطريز تقيل التطريز خفيف عادي بس طبعا بنا ان احنا دلوقتي خلاص بقى فيش قاعة مقفولة الدنيا كلها مفتوحة كله عايز ايه اه ترني اوپن اير فانتي بتبقى ورادي في جاردن اصلا وبتبقي ساعة الصبح وبتبقي ساعة على باحر طبي بقى التطريز غالبا بيبقى اهدى بس دايما بتبقى مامة العروسة اخت العروسة مامة العريس اخت العريس ايزا يبقى في تمايز شوية ايزا يبقى زهرين فبيبقوا حابين الحاجة تبقى انترزة اكثر شوية وإيه الشايفة انسب للصيف القصير ولا طويل في الفستين بوسي يعني انا عندي كده فجن معينة في الحتة دي دايما بحب لما تكون المعزوم قريب قوي من العروسة يلبس طويق يعني شايفة ان الفستين الانسب ايه الطويلة ولا القصيارة يعني كعروسة العروسة على البحر ممكن تلبس لازم تكون الفستين خفيفة ما تبقاش تقيلة او عكس لو او الدور او جوردن لو احنا على جوردن ممكن نلبس اي حاجة ممكن تلبس ديل ممكن تلبس حاجة فرانساس منطوشة اوي ده عادي لكن على البحر دايما علشان البحر بيبقى دايما الصبح فلازم بنلبس حاجة خفيفة تطريزها عال شوية بتبقى غالبا ميرمايد او ممكن تكون اطول قصيرة من قدام طويلة من ورا طب في ردي مثلا الفرح مستمر من الصبح للليل بتفضلي ايه يكون شكل الفستين يكون بقى حاجة جوكر اللي هو ممكن ميرمايد خلي بالك ان احنا كنا قبل كده لما كانت في الافراح في القعاد كانت البنات بتلبس ميرمايد عادي جدا ممكن يبقى ميرمايد بس يبقى تطريزو مش تقيل قوي على اساس يعني انفع صبحولي طيب بنسبة للالوان بتاع فستان عروسة فرح مش خطوبة ممكن تكون ايه هل ممكن نخرج بره الابيض والأفوعت ولا لا بوسي في اتجاهات كده في مسلا الناس عملت البلد لول فاتح قوي فستان فرح فرح مش خطوبة فرح في ناس بتعمل السماء الفاتح خالص بس غالبا العروسة الأحلى اللي هي تلبسي الابيض يعني لان بسي تقدري تلبسي الالوان دي بيميزها عطاقت ممكن تبقى هي معزومة يعني ممكن بقى تغيري سل التطريز بتاعه أو ممكن تحطي نون تاني جوه الابيض ده لو حد حد شغل في الفاتح شغل كأحجار مثلا أو حاجة تدي رفلي إن نحن فيه هنا لون مختلف أو بميز العروسة هنا بشكل محتاج بس عداد العراس كل ترتب الابيض الأفراد آه هو الديرج أكتر كان فيه سنين جت كده كانت الفستين فيها جولد فهل ده لسه موجود بسي لا ما بقاش موجود قويح ور الجولد ده بس بقى موجود الشامبان فيه ساعات بيبقى شكرا موجود أبليكس كده 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 عايزين ممكن تورينا نموذج لطول المطررز مثلا بسي مثلا ده حاجة لو احنا تكلمنا ده حاجة كلاسيك جدا الوردات هنا سريدي انه برزة برزة وفيه هنا اللوني طبعا كل البنات بتحبو ده بيتفرغ ويتحط ويترص بقى طبعا شكل أورتستيك على حسب الدزاين على السكيرت وعلى الطاب بتاعت الدرس من فوق اه اوكي دي لو هنتكلم على الورود واعتقد الورود للشكل السمبل اكتر مش كده لما لبعته اقل اه لما لبعته اقل ممكن بنزود اللمع على حسب ما نحن عايزين فيه كمان اللي هو ورق الشجر الله يجمع فورق الشجر ده لا يفعل غاردن كمان بيبقى لطيف قوي لان بصي لو تشوف فيه هتلاقي عمور على الورد وفي اللي هو ورقة الشجر حاجة رقيقة قوي تنفع لغاردن وتنفع للبحر برد لان هو تطريز ومش تقيل خامس وارد ان انا حط ابيض على لون تاني على باش وبنحط الابيض عليه من فوق يعني بناخد دول وحدهم بنحط على الباش بدي نتيجة حلوة طب لو عندها البرائد ميد زي ما بنقول أو البنوتات اللي بيكونوا حواليها هبيدخلوها أصلا الفرح فتنصحيهم يلبسوا ايه الدرجات بوسي دايما لو احنا هنبقى في جوردن نلبس دايما الالوان الفتحة يعني بما ان احنا دلوقتي اصلا الالوان بتاعتنا بتاعتنا تسيف كلها فتحة فخلينا برضو في الفواتح كلهم بيدبس طبعا نفس الدرجة ينققوا درجة واحدة بأشكال مختلفة ان طبعا كل جسم ليكت مختلفة على حسب الجسم بيبقى عمل ازاي وبنقى درجة واحدة مثلا ممكن أصفر ممكن أخضر فتح لول منت كالر ممكن منت كالر يعني لديه درجة على أخضرات على أخضرات البابتال كمان أو الألوان الفواتح منها بالزبط ممكن البيبي بلو ممكن البينك ممكن أي ألوان من الفواتح دي نبتدي انحنا نحطها في لون واحد لكل البرائد وطبعا شكلها لإن هو صورة بتاعت العروسة في النص وحواليها البرائد ميت بتبقى عملة زي التابلو كده الحل لازم لازم كون في ماتشنج بين العروسة وهم أو مش شرط لا مش شرط لما هما هما يبقى لون واحد وهي لابسة مميزة أبيض بتبقى لطيف وفي ساعد بنات بتعمل برايد ميت لسين أبيض زي مامة يقولوا مالك الألوان في صورة الأسود الأسود محبتش بيجانبه بس الأسود ما بقاش للبات زي زي زمان بتحب تبس أسود داي بنلبس أسود إمتى بيبقى عندنا فستان كدا كلاسيك مفهوش حوارات بيزيك بيزيك ده بينفع لأي مناسبة كدا جاتلنا فجأة بنلبس معزومين عليها فلحدش يركز معنا لكن لما بنبقى إحنا أساس في الفرح أنا مامة العروسة أو أخت العروسة أو مرات أخوها أو تابر دائما بيتجه للفواتح والحاجات المنترزة الحاجات اللي فيها يعني تكاتش العين اللي هيشوفها إن هي مميزة وبين إن هي مش معزومة داي العريس بقى اللبس العريس بيعملوا بينه بين العروسة كأميس أو منديل فتنصح هي عمل إيه عشان يكون في ماتشنج أو الاتنين اللي يقين على بعض لا بوسي هوا العريس غالباً بريفرس تكسيدو أوكي فسوأبا هي البلايزر بتاعها أو البلايزر بتاعها اسود هي تكسيدو لا فيش أي ماتشنج بقى في الموضوع يعني هوا الأحلى كانوا زمان بيجوا يلبسوا في الخطوبة العريس والعروسة بس دا في الخطوبة لكن في الفارح لا في الفارح لازم هوا بيلبس بدلا سودا ببكيان بكله اسود تكسيدو أهوا عليها الجاكت أبيض يعني فيها عريس بيحب كده عريس بيحب كده بس هي ما فيهاش بقى دي ماتشنج حاجة عالما المنديل لازم تبقى أبيض بيبقى شكل كلاسيك يعني علشان تبقى في المموري بتاعت الفوتو شوت إن هو هتفضل دي طول عمرها موجودة دايما يعني النصيحة الأحلى حاجة إن دايما تجيها للبساطة والحاجات اللي ما فيهاش المودة قوي عشان بعد عشر خمسطوش سنة لما تفرج على سورتي ما أقولش إيه ده أنا شكلي غريب لأن المودة اختلف دايما الحاجات الفلاسيك والبيزيك بتخليني دايما في المسيف ساعد أنا عايز أسألك بتقنيعي إزاي العروسة وهي عندك جات لك عروسة وهي دماغها مصممة على حاجة لا لايقى عليها ولا لايقى على مقاييز جسمها ولا لون بشرتها فإزاي بتقدار يتقنيع العروسة بإنه دا المناسب معي بصي مبدئين لما بقى فيه كلينت جاي أو عروسة أو تابر جاي لفاشن دزين فهو عارف إنه هو لازم يسيب نفسه تحفي إيد الفاشن دزين ما ينفعش إنه هو يكون جاي وعايز السر وهو عايز السر يروح لتيلر خلاص يعملوا اللي هو عايزه أوكي ثم يبقى غالبا التسعين في الميات بيبقوا واسكين ومتأكدين إن اللي قدامه دا أنا واسكة فيها فدايما بتبقى سايبة نفسها يعني الحمد لله عمر ما قبلتني إن حد مصر على حاجة أو بقى دايما يعني ساعتنا عندهم ثقة أو بيبقوا عندهم ثقة هي فكرة إن اللي قدامك أنت مقتنع بي أنا مش مقتنع بي زي نفس فكرة الدكتور بتسأليهم في إيه قبل ما تبدأي معاهم تصميم فستان ليها حسب المناسبة بتايتها إيه اللي بتحبي تعرف يعني فيه ناس تقولك الأبراج برجها إيه شخصيتها إيه هل دا فعلا بصية أقولك على حاجة هو حوالي الأبراج دا أنا عن نفسي بحبه جدا أوكي وبحب أعرف القدامي برج إيه خلاص بحب برضو أعمل باند حلوة يعني نتكلم ونضحك ونهزر قبل ما نتكلم في أي حاجة عشان تاخد عليا وما تحسش إنها متنشن أوكي وبعد كده ببتدي أقول لها إنتي حبة تلبسي إيه تبوريني السور مثلا إنتي نفسك تلبسي لون إيه طب إنتي نفسك تعملي مودل إيه لو لقيتها إنها إن أي حاجات لقي أعلى جسمها بنتدي نمشت نفس الخط دا اللي هي مختارة ونتكلم في مثلا إنه لون طب إيه رأيت لو نعمل اللون كذا اللون كذا وبتقتنع لو لقيتها إنها إيه حاجات بايدة تماما ببتدي بقى أنا باقناعها باقول لها طب تعالينا أفقدم مرايا بصي أنت عندك الحتة دي كذا لو أنا عملت هنا كده سيكون أفضل لما قيز إيه سيكون حد عنده هلبة عالية خلاص لو طب تعالي نحط حاجة واسعة هنا عشان الواسع ده بيدالي على الحتة اللي أنتي مش عزا وهي بصلا قليلة من فوق بيبقى الموضوع خلاص ما أنا أبتكلم بقى أنه لو واحدة مش مقتنعة بس بقى في الآخر يعني الحمد لله أنا ما أبيك لأنه أحيانا بيلاقي عروسة قصيرة ولابسة فستان قصير فبتبقى باينة ببطلت من الدزاينر من الدزاينر بنفذ لها لها هي عزي دكتور التجميل كده لما بيوافق قولنا بصي نو واي أن هتطلع من عندي فستان وعليه اسمي وشكله مش حفظ لأنه ده بيدورني أنا لازم يكون أحلى حاجة أنت عتعمليها لازم أحلى حاجة عليكي لازم أنا أشوفكي أقول الله حلوة وإنت تبقى محسوطة وبرخانة جدا بالل أنت بتعمليه بالل أنت لابساه خلاص لأنه لو أنا حاخد صورتك وحطها عندي وعليها اسمي ما هو لوحش أنا المضرورة على فكرة لا خيط لا حدش هيعيب في الكلائنت هوا هيعيب في العمل لها بتستان والعكس لو هو حلو فعلا برد هوا حلو فعلا ده بيديك تبتليه صح الأكسسوار بتاع العروسة بتختاري معها الأكسسوار ولا ممكن عادي تلبس أي حاجة حسب أي فستان بقى اختارته أو عملتها لا أنا بحب دايما عملي ستايلنج لكل حاجة شعر مايكب أكسسوري تشوز كل حاجة علشان علشان كنت في الأول لما حد بياخد الحاجة يلبسها فكينت مسامتها من شعر مش مناسبوط عليها فالصورة بتقل يعني نحن دلوقتي السوشيال ميديا وكده السور هي أساس الموضوع يعني أنا عارض شغلي إزاي إلا لو بصور بالنسبة لكلينت غير لبقى عمل كولكشن فأربقيت أحب أن أنا أختار معهم كل حاجة والحمد للهما بيقتنعوا بيبقوا مستلطفين جداً الحتة دي عرفنا أصلاً أن الفستين البيضة بقت كمان مامة العروسة وأختها بيلبسوها عشان يكونوا مميزين في الفارح دي موضة يعني فعايزين نعرف إيه هي الألوان اللي تتليه على الأودور زمونة الألوان نحن نبقى نتتكلم بقى دايماً في الألوان الفواتح دي ألوان أصلاً للمعزين لو طبعاً أخت العروسة ومامة العروسة عايز تلبس أي من الألوان دي ممكن براحتها طبعاً يعني كل حد بيبقى الحسب زوقه عايز تلبس أبيض عايز تلبس من الألوان الفواتح هتلبس صد إحنا شايفين دلوقتي الفستين المعروض معنا هو الدراجات اللود أو البيج مش كده هو دراجاته على جري شوية جري آه كتاتريزات كتاتريزات في بقى في بلوسيال في الروز الفاتح في بلوسيال اللي هو اللبني الروز الفاتح هتلاقي فيه دراجات ألوان كده باستال كولر بس على أرضية لونها جري بتاخد بقى طبعاً هي من كل الألوان دي عشان بس يتوحد اللون بستين زي ده ممكن ياخد وقت قدقه في شور احنا بننفس غالباً في أسبوعين تلاتة ماكسمال ده بالنسبة للسوريه طبعاً رغم أنه يكون فيه شغل تطريز أو حاجة ولا بتبقى تفريغ الفستان ده القماشة بتاعته قرادة هي جاسة بتبقى طبعاً أسهل لو احنا بنعمل حاجة يعني جاستمايز أو كده حتى لو برايدمايد لعدي لبس الدراج دي ممكن نخلصها في نفس المدة مش كده؟ آه طبعاً احنا معنا دلوتي الفستانة اللي بعده هو فستان قصير واللون مميز اللون الالوان دي دي الوان بقى السيف حبينا نحطها مع بعض على أساس أن هي تعمل هوا كالر بلات واحدة اللون الأكوا مارين على اللون الفاتح خالص اللبني الفاتح مع اللون الأصفر هم تلات درجات تلاقيين حالو على البحر كميراً؟ آه بالزبط لافت فستان مناسب جداً للبحر ما إلا إنه قصير طبعاً فهنا هتبقى براحتها اللي حتنبسه الحركة أثنب وفي نفس الوقت هوا كله درابي داخل في بعض فالدرابي داخل كده في بعض ده مديني شكل اللون مناسة تنبفوش تطريز ولا حاجة يعني هوا حاجة مناسبة قوي للصبح للبحر ويكون أحسن لجاردن الفستان ده من الكولكشن الجديدة الفستان اللي قبله كمان من الكولكشن الجديدة أوكي الفستان ده الفابرك هنا مش فابرك جاهزة زي أول واحد الفابرك هنا فابرك متجابة وبعدين مرسومة بالإيد بالألوان وبعدين مترزة بالإيد إنه هي عبارة عن الفكر بتاعته إنه هي ورقة شجر اسمها الجنكو ورقة شجر دي هي الموجودة في كل ديزاين بتاعت الكولكشن اللي مود واحد يزر عليه لائن موس كده يعني المود بورد بتاعت الكولكشن هي ورقة الشجر فموجودة فهتلاقيه الدرابي اللي على صدره ده بيشير الورقة الشجر في نفس الوقت ورقة الشجر موجودة مرسومة ودي بتبقى حاجة مميزة إنك انتي بتشتري حاجة مش موجودة منها بالزبط مش موجود منها كمان في محلات الأقمشة لانه نفر ان انتي تعتقد ديزاين ده من حتى لانه ماي ديزاين طيب كتصميم ده تحسي انه يلي على جسم اي اكتر يعني بنت طويلة بنت قصيرة وفايا عمليان عايزين يعرف دايلي على اي اكتر بما ان الفستان طويل وفي فتحة فممكن اي بنت تلبسه طويلة أو قصيرة ماكش مشكلة بس الفكرة انه تكون شوية لانه هو ديق فهيبين لو عندها هب عالية شوية بنفضل ان يكون في اكستانشن لو الهب عليه وفي حالة اكستانشن أو ديل ممكن تتحرّف بي عادي اه تتحرّف يعني الاكستانشن دي بتبقى عالى الوسط من هنا اه من برد فمن جبها لقديم كده شوية مش عشان تكون طويلة يعني اه وتبقى على الارض مش مازت تكون طويلة قوي عشان تبقى تتحرك جزا فتنفى تتحرك ومعظم الناس بتحب الحاجات تكون طويلة على الارض اه حتى في الابدول اه بتعييات التيل بيدي شوية أليجنت يعني ودلوات يوصلنا بقى للعروسة اللي هي حلقتنا معمولة عشانها عايزين نعرف الاشكال المناسبة لها سواء كان طويلة او قصيرة او مليانة في الوزن او ارفع عشان الفستان ده بقى البرانسس اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو شكله براسيك التقليد اللي هو واسع اي حد ممكن يلبسوه لان طبعا لان هو من اول وست من هنا واسع فخلاص اي واحدة ما كان تلبسوه مش اي حاجة تحتها تتدارة طبعا الكات من فوق بتغيرها طبعا على حسب الكتف عريض الكتف قليل دي بتتتغير بس الفستان اللي هو كله إ eden في زي Pylottri او كولكه بيلمى قوي اه فداP دا من البنات بتحبوه طبعا انا مش حطوه عليه اي حاجة طانية غير ان هو بس الى بيلمى بس احنا ممكن بنقاد عليه بعد كده تطريس تاني لو حابين ان نحط ورد عليه أه او بالزاught نقدر ان نزاود ده براتها حسب بقى شخصية العروسة اعتقد اي بتختار ده أو كمان ملامحها أكيد بتشوهي الملامح السامبل أو الرئيئة أو الأوبر بتختاري فعاتها الفستان عليها مطمئنة الأبيئة مايسة أحيد نرسي جداً الكولكشن تجنن الجديدة وعنى نيفتي قلبس لازم من العالم إن شاء الله الجائد كمان أكتر نكون معاكي في حلقات تانية نشوف كولكشن صغير دي كتير بكده نحن نكون عرفنا إيه موضة صيف 21 في الأودولز في الجنين أو كامس على البحث ونكمل معاكم بقية فقارتنا وبعضبتها موسيقى وصلنا دلوقتي لفقرة أعمليها بنفسك بما أنه إحنا في حلقتنا النهاردة بنتكلم على المناسبات والأعياد وبس نقول عيد كمان بنقول فرح والفرح يعني invitation card أنتوا طبعاً ممكن تشتروها جهزة ممكن تعمليها أنا النهاردة ححضر لكم invitation بطريقة معينة وحوريكم إزاي أنت تقدري لوحدك لو أنت عايزة طبعاً أن أنت تحضرني invitation على زوقك بالألوان اللي أنت عايزها عندي حاجات ribbon وعندي invitation دي اللي أنا عملتها زي ما أنتوا شايفينها ممكن تكون invitation هنا نربطها بribon صغير ونحط عليها أكسسوريز صغير طيب أنا حزين الإزازة دي اللي إحنا حنحط فيها invitation أول حاجة أنا اخترت الألوان ممكن تختاري الألوان اللي موجودة هنا زي ما أنتوا شايفين بس أهم حاجة أنه الألوان لو حتختاري لونين من الribon لازم يكونوا matching سوا أنا حبيت أختاري ال purple حبيته قوي يعني هو سنادي ساطع كلون وطبعاً عشان ألاقي حاجة قريبة عليه فأنا عندي silver هنلون الإزازة هحط الribon في النص كده هاخد حجم الإزازة زي ما أنتوا شايفين كده بالطريقة دي وكده هاخد المقاس وبناء عليه لا ده مش هيقصيلي كويس هستعمل المقص ده أحسن لي ده مقص كبير وده مقص صغير جداً بس مش مشكلة أنا أخدت مقاس الإزازة هحاول أن أنا أزين الribon دي في النص هي الإزازة صغيرة وده بيبقى الموضوع دقيق جداً علشان أنا لازم أعرف إزاي أتحكم فيها خلوا بركم أنتوا بتستعملوا الفرد ده علشان بيحرق أنا لزقتها بالطريقة دي بالنص دلوقتي هاخد اللولو ده كمان نفس الحكاية لازم أختار السايز اللي موجود عندي بتاع الإزازة بالطريقة دي وقصها بالنسبة للولو أنا بفضل أن أنا أن أنا أحط أحط التلزيق بالطريقة دي حيبقى أحسني مش قادرة أتحكم في الفرد علشان أنا مش عايزة أحط كمية تلزيق كتير عشان ما بوزش الزينة اللي عندي أنا مش عايزة أحط تلزيق كتير عشان أنا لو حقي تلزيق كتير ممكن أبوزها يعني تلزيق ممكن يبان على القماشة فقدر الإمكان أحاول أكون دقيقة هو الشغل ده دقيق جدا هي دي زي ما انتم شايفين دلوقتي أنا حاخد الانفتيش بتاعي اللي أنا عملتها وزي أنت فيها كمان لولو علشان هي بتديني غبال يعني ماتشنج مع الدكور اللي أنا عملته هخليها جوه وحقفل العلبة بتاعتي ولسه أنا مخلصتش أنا قلت إن أنا هستعمل الريبونة السيلفر عشان أنا عايزة أستعمل لونين كمان عايزة زينا الغطى ده من فوق نفس الحكاية هاخد نفس المقاس كده وزي ما قلت أنا دايما بحط الريبونة علشان أقدر ألزق عليه السترس اللي موجود عندي أنا ماينفعش ألزق الحاجة دي دايركت ليه على الإزاز عشان هي مش هتلزق معايا ومش هتديني النتيجة اللي أنا عايزها ومش هتبقى الشيك كمان منظرة مش هيبقى جميل قوي أنا لازم أعرف دايما الوش من اللي بيبان قدام هو دا طيب لبقى أنا هشتغل بالطريقة دي أنا لو كان عندي مثلا إزازة حجمها أكبر من كده ممكن أتحكم فيها بسهولة بس كل ما هي تبقى صغيرة كل ما يبقى الموضوع دقيق هنلزق هنا هو دا لنا بتكلم عليه التلزيق دي بتبوزها أوكي لما نختار الريبان كمان لازم نبقى على نفس المقاس زي ما انتوا شايفين أنا اخترت أصغر مقاس من الريبان علشان يبقى تقريبا على نفس السايز بتاعة الإزازة الموجودة عندي عشان يبقى منظره جميل كمان وعشان ما قدش أنا أثني ألف فيه وأعمله بالطريقة دي بياخد معايا وقت كتير وفيه كل السايزات بتاع الريبان هاخد ستراس دول وحس تعملهم كمان هيا دي وحزينا بالطريقة دي هنعمل نفس الحكاية علشان أقدر أتحكم فيها أفضل أن أنا حط التلزيق وهي موجودة كده قدامي طيب هحط الورقة لو أنت مثلا بتعملي الحاجة دي في البيت فمش عايزة تبوزي الطاولة ممكن ترابيزة ممكن تستعمليها بالطريقة دي أمشي الفرد بسرعة عليها عشان زي ما قلت مش لازم التلزيقه تكون كتير هي بتبين فالفينيساج يعني الفينيسان بتايمة بيبقاش جميل هذه العلبة بتاعتي أنا خلصتها طبعا الموضوع بسيطة هو في بس تلزيق أنا مش مشكلة هو يفضل في إيدي بس أهم حاجة هو ما بيفضلش في القماشة دي عشان هو بيبوز شكلها وهنا العلبة الإيزاز دي ممكن تستخدموها بالطريقة دي وبدل ما تبقى ممكن تبقى ممكن تبقى تتقدم للناس اللي حتعزميهم بالشكل دا ويدول حاجات بسيطة جدا ممكن أنت تستعمليها ولا أنا حطيت من فوق من تحت هنا وحطيت ريبونا دي لازقتها ورجعت حطيت استخاص ورجعت ريبونا السيلفر وعملت ماتشنج بين 2 colors وحطيت فيها الامبيتاشن بتاعتي بقت جاهزة للمعازيم اللي ممكن تعزميهم على الفرح يا ربي تكون عجبتكم الفقرة ويا ربي تكونوا استفدتوا حاولوا أن انتم تطبقوها هي سهلة جدا وطبعا لسه في فقارات كتير قوي النهاردة هنتكلم فيها في الإطار ان احنا نتكلم عليه من أفراح العيد كل دا استنونا بعد الفاصل عشان الفرح يكمل لازم طبعا نتكلم فيه عن شبكة العروسة وكل فترة بيكون فيه موضة مختلفة في أشكال الشبكة والديزاين بتاع الخواتم والكليهات يمكن اللي بيفضل ثابت شوية هو شكل الدبلة لكن التغيير معظمه بيكون في الشبكات موضوع الشبكة دا هيكون النهاردة معنا نعرف كل جديد في عالم المجاهرات هيكون معنا النهاردة خبير المجاهرات الشريف سعيد أهلا بك أهلا بك أهلا بك أهلا بك أهلا بك أهلا بيخليك عايزين نعرف الألماظ والسورية يعني عايزين نعرف بقى إي الفرق البنات دلوقتي بقى تتميل أكتر للدهب ولا للألمان بصي هو كان من فترة المين كان طقم دهب وبعدين ظهر الألماظ من فترة عشر سنين فبدأ يظهر حاجة اسمها توينز فبعد ما ظهر التوينز بدأ الناس تتميل بحاجة أبسط شوية فظهر خاتم السوليتير مع الدبلة دبلة ليه كان بتلعت أمهاتنا اللي هي دبلة دا الميدور دي رجعت تاني وبعدين ما الحل الاقتصادية بقى ممكن بدأت بقى خاتم بس أو دبلة بس أو في الشبكة يعني كثيرا مش حاجة كبيرة بقى لأن الموضوع الاقتصاديا فعلا بدأ يؤثر ففعلا بدأت الناس كان زمان بتديب توينز وطقم دهب وأنسيال وخاتم اه حاجات كثيرة بس كمان فيه بيفضلوا أن حجر الماس أو الألماص بس يكون بكل فيه ناس اه بتحط كل البطل بتاعتها في الحجر حجر ستون مثلا ممكن تحط قراط على خاتم بلين دهب ده بيوازي حاجات كتير يعني ممكن الحجر ده ممكن يعملوا مئة ألف جنيه بيوازي طقم كبير جدا هي ممكن ما تستعملوش عشان الخاتم هو السنبول إنو هي تجوزت أولا وثانيا عشان هو مستعمل أكتر من غيره الحاجات التانية ممكن تكون صورة طب العروسة لما تيجي تختار الدبلة ازاي تختار الستايل اللي هي عايزة؟ من فترة برضو ظهر كذا موضة لكذا دبلة مش عايزة قول أسامي يعني بس كان فيه كذا حاجات كبيرة حاجات بلك بس بعد وقت بيتلاقي العروسة إن الحاجة دي مش عملية بتبطر تغيرها بحاجة السنبول اللي هي بتاعة الأمهات والأبهات زمان فرجعت تاني الدبلة السنبول الكلاسيك هي أكتر حاجة موضة وأكتر حاجة استخدامها مريح وعملي فلأن الدبلة دي حاجة في إيديكي على طول نايمة صحية بيها فلما ديرت أكبيرة بتبطر تقلعيها وتلبسيها فكتير الحاجات يعني أنا شوفت كتير من ناس حاجات ضعت منهم من كتر إن الحاجة مش عملية فهي بتبطر تقلعها وتلبسها الحاجة العملية اللي هي الدبلة الكيميك الخفيفة الرفاعة بتاعة زمان بتاعة الأمهات والأبهات دبلة بتبضل في الإيد ما بتتقلعش تحسيش بيها فهي دي أكتر حاجة عملية هناك حال غير دلوقتي إزاي بنحافظ على الألماظ؟ على طول بحس إن أنا بيستعملوا الكتير بتروح منه اللمعة أه طبعاً الكلمات والباف يومز والحاجات دي بتخلي صح هو طبعاً أنا براشت يعني بنصح إن إحنا كل الجدري بتاعي أنا مفروضة تديله الحاجة بتاعتي كل ثلاث شهور عشان يعمل منتنس عليها عشان حتى يشايك إن الأحجار في مكانها يقفل على الأحجار يلمع الأحجار ده حاجة مفروضة عشان ما يحصلش إن الحجارة تقع لأن الأحجار في الخاتم أو في البريست أو في أي حاجة من الخبطات اللي في اللي في اللي في اللي في اللي في عمال أه بتحرك السن فبتخلي الحجر يقع فعشان ما نعملش حاجة زي كده لأ بنفضل إن كل فترة نروح للجدري بتاعنا يعمل منتنس للحاجة بتاعتنا يشايك على الحاجة يعمل لها بوليش وفي طريقة تانية إن أنت ممكن في البيت في البيت ممكن بيجيبوا في مياه سخنة مع حاجة اسمها كارباتريت ففورشة بنقعد نلمحة بس مردكش الشكل للألماظ واللدهب نعم بس مش هتديك الحاجة المظبوطة يعني إحنا عندنا هنا حاجات معروضة لذيذة قوي عايزين نعرف أكتر ده إيه الحاجات ده دلوقتي مثلا الأحجار الأمرالد الأخدر طلع عموضة جداً في فترة نفاتت دي وأنا بحبها يعني أنا شخصياً بحب الحجر ده بحبه هو من الأحجار الملكية هو الموف والأزرق والأحمر بس الأخدر والأزرق أكتر يعني وأنا بميل الأخدر أكتر وهو بترندي جداً السنتين يفاتت دولت مع الجولد مع اليلو جولد يعني الأخدر في الشبكات ممكن يكون موجود طلع عموضة جداً دولت بيأخدوا بدأ ما يجيبوا السنتر ستون ألماظ بيجيبوا الأمرالد أو بيجيبوا زافاير ها هو ده كمان نفس اللي موجود في إيدي نفس الحجر ده هو نفسه اللي احنا شايفين نفس الحجر ده هو الأمرالد مظبوط ده حجر أمرالد طبيعي وفي بقى منه درجات يعني في درجات في بريشوس سما بريشوس في حاجات بتبدأ الحجر ممكن قراته ألف جنيه لغاية قراته بمئة ألف جنيه ففي درجات في الأحجار اللون الأصفر برضو طلع عموضة جداً جداً مع المصر أنا عايزة أسأل هو الجولد ده الخاتم نفسه جولد صح؟ هي موضة دلوقتي جولد؟ يعني اللي هو الوايت جولد؟ الوايت جولد كان من فترة طلع عموضة جداً هنا أنا حتى من خمس سنين ما موجودش بحب غير ويت جولد مزبوط كلنا أرضونا بغير فجأة بس دايما كان وايت كامل أو مثلاً الدهب أصفر كامل الأصفر لو أنت جربتي الحلق الأصفر على وش البنت بيخلي الوش بينور يعني الحلق الأصفر بيزات على البحر على الصيف بيخلي وش البنات بيتنور أكتر بكتير من الحلق الأبيض فالأصفر دهب الأصفر ليه ميزة إنهو فعلاً بيأثر على الشكل ولون البشرة كمان وإحنا اللون الخمري كمان بيبقى حل القول معاه جداً 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 تنصح إيه البنات لما بيجوا عشان يشتروا الطقم كامل؟ لو جاية عروس عندك وعايزة تشتري الطقم فرحة؟ يعني أنا بقولك دلوقتي كان فيه بقى فيه ناس بتشتري يعني بقولك الثقافة اختلفت شوية ففيه ناس دلوقتي بقى بتروح تشتري طقم الدهب طقم الدهب كامل هي عارفة أن الدهب يعني أضمن شوية وصيف أكتر فبقى فيه الحاجات اللي هي الجرميتات اللي انت شايفها مثلا هي طقم الكارتي ده كارتي ده كان طلع موضة زمان ورجع تاني لوقتي جميل قوي فبقى بيتهم منه طقم كامل البريسلت والكولي والحلق والخاتم فده شكل من أشكال الدهب اللي بقى بيتنقق الوقتي فيه حاجات تاني اللي هو التوينز بيجي نققوا توينز وفيه ناس تاني بتيجي تنقل سوليتير خاتم سوليتير مع دبلة دهب خفيفة ويبقى هو ده الشبكة فده تلت أشكال بتوع الناس بيتنقق يا طقم يا توينز وش حاجة شكلها شوية كبيرة يا إما خاتم بحجر كبير بقى الدبلة بلين لو حد بقى عايزي هادي العروسين انت بانفحهم ايه تكون الهداية يعني ولا بتيجي بتيجي عطول مامة العروسة او مامة العريس عشان تجيب الخاتم البروبوزل بيبقى خاتم خفيف كده بيبقى فيه يونت مدورة كده زيارة بيبقى حاجة خفيفة يعني حاجة خفيفة بتبقى خاتم او اللي هي السلسلة اللي فيها زي كده اللي أنا لابسيه اه نفس الستايل ده ده من خاتم البروبوزل انك حاجة دن عندنا ده خاتم بيبقى بيبقى دايمند بيبقى دايمند بتقدم في هدية في الكتاب او في الخطوبة فالنتاين عيد جواز عيد ميلاد من حاجات الدرجة جدا يعني ده والبندن بتاعته بردو والإيرين بتاعته وبيبقى جولد في الدايموند او اه نزيزة طيب شريف مين اللي بيعمل الديزاين الجميل الحلوى قوي ده والله انا عايز اقولي في حاجة انا مش عايز اعمل فيها يعني قوي بس انا باقولك ان احنا اغلب الموضات دورتي بتعيد نفسها يعني احنا بنعيد موضات احنا موضة بتعيد نفسها بس في حاجات اوريجينال انا شفتها على طريق انا بعمل اغلب الديزاينز وغير ان انا كمان يعني في حاجات بتعجبني حاجات كتير انا بحب اتفرج وان زي ما ان شفت الفرايتي بقى عالي جدا انستجرام والبانترست وكل حاجة بقى فيه فرايتي عالي جدا فانا بحب حاجات بلاقي حاجات بتناسبني هنا في مصر وحاجات انا بعرف اخلاقها على الشغل بتعرف مصر فبعملها فبتنون الاعجاب والحمد لله الحمد لله يعني زوقنا كويس انا عايز اعرف بقى لما بيجيلك اهل العروسة واهل العريس ومعاهم بقى والمفروض يختاروا الشابكة وفيه اختلاف بتعمل ايه؟ دي مصيبة ذرقى بعerte…… الموقف كتير جدا كثير جدا عندَي كذَا كِيزَ بقى, لوَ الْأُمْ بِش راضيَ عن لو خلصنا كل الموضوع ده وخلص وكل حاجة تمام الفطورة باسم مين؟ العريس لا العروسة العريس لا العروسة يعني انا كذا مرة عصر لي ان الشابكة بتبوز بسبب الموقف ده الفطورة باسم مين؟ وانا مش عايزة بوز متابعة عن الشابكة انا بايزة بيجرد صب ما تحكي لنا موقف احنا عايزين نعرف موقف حاجة حصلت كده معك اما زي ما بقولك كده خلص خلصنا وبعدت حاجة كبيرة وده بيكرر بها كتير اوه انا عايزة اقولك حاجة انا ممكن عروس وعريسة كان يقولي اكتر من عشرين مرة لو الموضوع يعني مضطرب ومتودت يقولوا اكتر من عشرين مرة كل مرة بيختاروا حاجة بالليه خليم مرة مع صاحبتها ومرة مع بنت خالتها ومرة مع بنت خالتها عشان ايه مش مقتنعة بالمودال ولا بتروح وبتيجة وعشان الاسعار لا في بيبقى الموضوع في احنا عندنا مشكلة ان احنا مصريين مفيش صراحة يعني حتة الصراحة دي انا اقول ان انا بجيتي كذا اه اه دي حاجة مهمة جدا عشان تديني الحاجة اللي تلاسرها مع البجيب بتاعك اه اه لكن لما بيبقى فيه عدم وضوح في المواضيع بيعمل مشاكل كتير وده اللي اغلب المشاكل عندنا والحاجات التلائل كتير من مش وضوح فحيطة الوضوح دي انه هو انا البجيب بتاعتي كذا انا بقى بحط عشرة جنيه للكذا فانا اقول ان انا كده فالاغلب لا انا طبعا انت عايزة ايه اللي انت عايزة ايه اه مكسوبين من بعض على فكرة دي بتبقى خجل هما مكسوبين من بعض خجل احنا عندنا هنا بس في الشعوب العربية برا مفيش الكلام ده هو بيروح يقدل الفداية اللي هو اللي هو مختارها خلاص اللي هو بيقدر يجبها بالبجت اللي هو عنده اللي هو لك عليه مفيش الاحراق ده هنا بيتفقوا في تفاصيل الجواز كلها تيجي عند الشبكة بيفضلوا لا اعتقدت في كل جديد لا اوه يمكن بيعتبروه هدية العريس كمان فعشان كده بيبقى فيه دايما هيا هيا بس هي فيها موارد ومتروح ممنوع من اوام المساومة يعني هادية عريس بس فيها احنا عندنا احنا عايزين هو العريس هو اللي يجيب والعروسة هاي اللي تختار سواء كان غالية ورخيصة طيب كويس عندهم بتختار اهي اللي يجيب ماشي ما هي ده فكرة بس والأمهات ما بيتدخلوش في الموضوع ده الا بيستحباب يعني لو احنا عايزين لا اوه برضو انا عايز وليد حاجة فيه ام بتبقى شايفة بنتها صغيرة يعني مثلا ما تبقى اوه ما عندهاش اكسبرينس وكده فلازم تبقى موجودة معنا حقها ما عندهاش خبرة اوه انا عارف نحقها ما عندهاش خبرة وعايزة تديها خبرتها وعايزة تساعدها وهي بتبقى حاجة فطرية جدا حاجة ام بتساعد بنتها مفيش مشاكل وفي امهات كتير بتساعد بنتها بشكل لطيف جدا يعني بتحاول حتى تخلي الشبكة تبقى اخفة عشان هيفاهمة ان الولد ده هي حبة الولد لكن لو امه مش حبة الولد مش حبة العريس بيحسر بقى تبقى مشاهدي المشكلة انت بما انه قلتلي انه انه انت يو كريات يعني يور اون ديزاين الحاجات دي انت اللي بتعملها انا عايز اعرف كل واحدة اللي بيتماشى معها من الكولياء من الكولياء يعني مثلا لو واحدة رقبتها طويلة بتنصحها باي كلية موجودة هنا معنا هل كل واحدة عندها ستايل ديفرنت عن التالي؟ لو حد طويل حد بيلبس حاجات مفتوحة اكتر حاجات على البحر اكتر الكوليهات الكارتيال اللي بالنص دي مثلا لو انت لبس مقفول اكتر لو انت ده رقبتك قسيارة اكتر الرقبات كنت تبقى المقفول هو للقسيارة؟ مقفول او الرقبات قسيارة اه المقفول احسن بالرقبات قسيارة اه اوكي ولو واحدة رقبتها طويلة لازم تلبس حاجة نعمة لازم تلبس حاجة نعمة لازم تبقى حاجة تاكل من المساحة اللي ظهر اه 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 مثلا تبقى حاجة مثلا تبقى ستسلة تبقى 80 سنتي من فالفتين فبتقى واحدة كأنها شوكر واحدة ه Is in Ashtero وليد بقى هيا خاتم طويلة ورفاءة فهي بتبقى يعني مثلا م bizi Punch صباحا طويل ورفيع كت une starring خمسة مليا أو سبعة مليا عشان تبقى متوشية مع حجم ايديها طب لو حد تحب الحاجات سامبل يعني سامبل أكتر أنا عارب بس سامبل وتقمتش مع حجم الإيد يعني يعني معنا ممكن سامبل مش تنبقى تخينة قوي بس مش تنبقى رفعها قوي برضو بالظفت عشان ما تبقاش بتجي في القلة المطلوب أكتر مثلا أنا لما اخترت من عندكم على طول روحت الحاجة سامبل وفيها الحجر يعني الحاجة اللي هي ليا بصي هل هو ده المطلوب أكتر حاجة بس في ناس بتحب الحاجات البيرزة أنا 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 اكتشفت حاجة اسمها لولا اختلاف الأزواق لفردة السلعة يعني أنا أنا حتى في ليا زوق وبحب ممشي بي أنا زوقي سامبل بحب الحاجات البسيطة بس بلاقي إن الناس في ناس بتحب الحاجات البالك أنا زوقي مش مش يعني دلوقتي مش عارفة تماشى إن أنا أعمل حاجات بالك بحي يعني بحبهاش وأعرفش أعملها بس ممكن تبقى مطلوبة فتضطر أن أنت تعملها حسب ماذا يعني أنا مش قادر أخش في الأحجام الكبيرة ما بعرفش يعني أنا ما بعرفش ما عرفش ليه نتكلم شوية على الأساور أوكي دول مثلا البنجلس طلعمه دا جدا البنجلز الصفرة البنجلز اللي فيها بيتز كور الدهب دي طلعمه دا جدا بنيز القلمهوز طلعمه دا جدا هناك كانت فاق بريها طلعت التنس بلاسلت الناس كلها تتجري على التنس بلاسلت الموديل الكارتي أو كلاسيك أو أيا كان يعني التنس مش موجودة حاليا موجودة طبعا التنس دي هي عشان كلاسيك اه يعني هي سبتة توابت ما بتروحش زي التنس زي الكوليت تنس زي دبلة الخمسة حجر او دبلة دايما يدور كلها احجار دي حاجات توابت للي بيحتار كمان يبقى اسهلوا ان يروح للمنطقة دي مفيش اه الحجر الالوان الكلر الاخدر الكلر الازرق الكلر الاحمر دول كلاسيك ما بيروحوش اه احنا عندنا هنا ده تنس المفروض اللي معروض؟ لا دي بانجل دي بانجل عادية او دي اسورة عادية اوكي دي شكل الاساور الجديدة اللي هي طالع عموضة اكتر اه حلو قوي هنالباتي معيش يعني حاجة فيها تنس بس لان مش ده اللي احنا فيه يعني المطلوب اكتر هو ده بس موجود التنس وبتطلب لان هي عبادة التنس دي عارفة كأنها كأنك شايلة شايلة شهادة شهادة اللي بيحب الحجارة كاملة بيضمنوا اكتر التنس يعني حجر الربع رده كان من فترة بألفين جنيه نهاردة بس تلاف جنيه وكمان شايلة عشرة تلاف جنيه فالحجر ده من اكتر الحاجات اللي ضمنا قيمتها زي الجنيه الدهب كده زي الجنيه الدهب الجنيه الدهب كان بخمسمائة جنيه الوقت بس تلاف جنيه وشوية يبقى عشرة تلاف جنيه انا ما عنديش خبرتك في المجوهرات بس عايز اسألك سؤال يعني استبسار اكيد انت خبرتك اكتر مني الدايمون بيختلف يعني شوف مثلا في الخاتم هنا فيه فصوص الدايمون يعني حجر الدايمون اللي بيبقى نعم وفيه الحجر اللي بيبقى لير اكبر هو طبعا الحجر الاكبر حفز قيمته اكتر بس قيمته اكتر وسعره اكتر بس انا عايزو لك ان الحجر النعم ده اكتر نعم مطلوب اكتر ده اسعف في التصنيع جدا وبياخد وقت اكبر بكتير وبياخد وقت اكبر صغير صغير بس دي بقى ارخص او قيمته بتبقى اقل صح؟ مش قيمته بتبقى اقل هو انت مثلا ما بتجي تشتري الشوية الاحجاري مليهات دي مثلا ارات فاحنا بنقول مثلا القرات ده مثلا بألف دلار لما تجي تبيعيه لا هتبيعيه بستمائة دولار بزبط لكن غير الحجر الكبير وبياخد وقت كتير في الشغل الحجر السهير دايما لانه فيه توماتش ديتيلز ولازم طريقة تكون انت بتخيل حدك ان الحجر الالماظ بيبقى معمول ببقى من 57 وش فست يعني هم بيقسمو 57 فست فالقرات بيقسمو 57 فست فتخيلي بقى لو حجر واحد سنتيم بتعمل تحت مايكروسكوب فهي حاجة صعبة جدا هي صناعة صعبة جدا جدا وفي تركيبه صعبة جدا جدا فما بنقولش بقى ان الصغير بيخسر لا هم على نفس الرئيس بس الحجر الأكبر كبير بيبقى شايل قيمته أكتر في البيع حافظ على قيمته أكتر أنا عارفة أنه الحجر الكبير عايد منذ قيمة كبيرة بس أنا مثلا إجمالا بدايما بحب الناعم فبميل للحجر الصغير أكتر حتى لو سعر الأقل الحجر الكبير محتاج الحجر الصغير شغلكم دقيق جدا والكولكشن اللي انت جبتها تهبل يعني رائعة جدا ومميزة وتشرفنا بوجودك معنا أنا اللي شرفت جدا بيك بابا جدا والكولكشن ترغم تجان وكتير على كل التفاصيل وكل المعلومات ومخسي على الدايمين الجميل والحلوة قوي كل ست انت جوهرة وأي حاجة بتلبسيها هتبقى ليق عليك وكل دول كماليات بس هما بيزيدوا من حلاكي ومن جمالك هو ده اللي أنا عايزة أقوله في الآخر حلقتنا خلصت يارب تكونوا استمتعتوا بكل الفقرات اللي قدمنا لكم إياها النهاردة موعدنا دايما في نفس التوقيت وعلى نفس القناة باي